السلام عليكم. النهاردة هنشرح ازاي هنصدر من برنامج الريفت لبرنامج اللوميون. طبعا برنامج اللوميون برنامج اظهار معماري للموقع العام والماتاريال الخارجية بتاعة البرامج بيفيل جدا في الرندر وسرعته في اخراج الملفات. هندخل لنحمل الاضافة من عن طريق الموقع بتاعنا طريق الريفت. بدأ الدورة او الاستخدار في الدورة اللي واحدنا نخلنا قبل كده. ونبدأ الدرس. هنلاقي اول حاجة عندنا التصدير لبرنامج اللوميون سري دي. ده بيكون شكل الاضافة بعد ما بتستطب على الريفت. خلينا نحمل الاضافة. طبعا بتختار من هنا اصدار اللي انت شغال عليه. الفين واربعتاشر او الفين وخمستاشر او الفين وست عشر. هتحمل الاضافة. هنلاقي عندنا ملف دوت اي اكسي اي. هنعمل اي دابل كليك. وهنبدأ ان احنا نصدره. نفتح الريفت وهنفرط اي ملف عندنا موجود حاجبين ان احنا نطلعه للوميون. زي ما انا شايفين فتح معنا البلف اللي احنا عايزين نصدره. عشان نستخدمه على برنامج اللوميون. هندخل على قائمة العخيرة. هنلاقي عندنا قائمة جديدة انضافة اثناء اكسي بارت اللوميون. هنضغط عليها. هيفتح معنا القائمة. اعدادات الملف اللي عم صدره. تختار من هنا نقطة اللي هي الادخال او البيس بوينت. ودول في العادي بيكونوا نفس النقطة على برنامج الريفت الا لو انت غيرتهم بتختار منهم اللي انت عايزهم. بتختار من هنا يعني داخل ملف. انت عايز تتجاه للانت مش عايز ملفات داخل اللي انت عايز بس شكل المبنى من بره. او ايها من الاعدادات اللي موجودة حاليا. وتضغط هيفتح معنا هنا صفحة من المكان اللي انت عايز تحفظ فيه الملف. تختار اسم الملف. وهنا نوع الملف ده هو الملف اللي هنقدم ان احنا نستورده من برنامج اللوميون. ونعمل زي ما انتو شايفين نزل عندنا ملفين. الاول اللي هو الملف اللي احنا هنستورده في برنامج اللوميون. هتنزل لنا القطلة بتاعت المبنى. والتاني لو انت مختار ماترية المعينة في الريفت بيطلع لك الصور بتاعتها عشان تدعو تستخدمها في ايه برنامج تاني. كل اللي فاضل عندك ان انت تفتح برنامج اللوميون وتعمل استراض للملف. وتختار الملف اللي طالعه معك. وبكده ينزل عندك المبنى كامل على برنامج اللوميون تقدر تضيف وتعدل فيه براحتك. بالشكل اللي انت تحبه على برنامج اللوميون. ما تنسوش تتابعونا على القناة على اليوتيوب. وتابعوا دايما الموقع عشان تشوفوا البرامج الجديدة والإضافات الجديدة لبرنامج الريفت. شكرا.